موسيقى إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيدي أن ينكسر هكذا يصدح الأحرار دائماً وإن بلغات مختلفة كلما ضاقت عليهم دائرة الظلم والقهر وهكذا فعل اليمليون في العام 2011 أهلاً بكم معزم المشاهدين إلى حلقة جديدة من فلاحر قبل ستة أعوام من هذه الليلة كان الشعب اليمني على موعد مع المعجزة ثورة الحادي عشر من فبراير المجيد ستة أعوام من عمر الثورة ولا تزال كأنها في عامها الأول تواجه ذات العدو وإن في مكان آخر وبطريقة أخرى جاءت ثورة فبراير في وقت كان فيه البلد يمضي حثيثاً نحو الفشل والانهيار مع أعلى معدلات للفقر والبطالة والفساد في المنطقة والعالم جاءت فبراير والمخلوع صالح يعد العدة لثوريث الشعب والسلطة لنجله جاءت فبراير بينما كان جزء من البلد يرفع شعار الانفصال والجزء الآخر يمضي خلف مشروع الردة الإمامية في الذكرى السادسة تعود أسئلة البدايات هل كانت ثمت خيارات أخرى للشعب سوى ذلك الخروج الكبير؟ ما الذي أنجزته الثورة؟ أين أخفقت؟ وإلى أين وصلت؟ وما هي مآلاتها؟ تختلف الإجابات باختلاف الموقف من الثورة الشعبية فمن كانوا ضدها يرون الآن أنها كانت سبباً فيما آلت إليه البلاد أما شباب الثورة وأنصارها فيرون أن ما يجري الآن ليس سوى تجل للمشكلة التي أرادت الثورة الحيلولة دون توسعها يرى هؤلاء أن ما كان يدور تحت وهم الاستقرار المخادع الذي كان يروج له المخلوع هو ما تفجر إلى السطح عقب الثورة وصار على النحو الماثل أمامنا هذه الأسئلة والإجابات المتضاربة نستضيف للإجابة عليها ولنقاشها معنا اليوم عبر السكايب من القاهرة القانوني والسياسي المعروف وأحد قيادات الثورة الشبابية الشعبية السلمية الأستاذ هايل سلام يشرفنا حضورك معنا اليوم أستاذ هايل في هذه المناسبة الوطنية العظيمة ويشرفنا أيضا أن يكون ظهورك اليوم بعد طول قطع الإعلام عبر قناة بلقيس أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا أهلا أستاذ أسوا أهلا أنا سعيد جدا أن أكون معكم على قناة بلقيس نحن أسعد وتحياتي لك وبرنامجك ولكل العاملين الحزاء في قناة بلقيس هو هذه القناة التي أعتبرها أنا الصوت الأمين المعبر الأمين أن أذهب في فبراير المقيد نعم وهذا أيضا الحضور أظن أثار سعادة الكثير من شباب شباب فبراير الذين عبروا عن اهتمامهم أيضا بهذه الحلقة وبحضورك فيها دعنا نبدأ أستاذ هايل سلام بالسؤال حول ما الذي فعله أو توصيف حول ما الذي فعله الشباب في فبراير 2011 يعني كيف تصف أنت ما حدث في تلك المحطة المهمة من تاريخ اليمنية هي ثورة طبعا وحدة روح الشعب الإيماني كما لم يحدث في كل تاريخ اليمن قديمه وحديثه هكذا أزعم أنا إنه محدة الروح هذا الاحتشاد العظيم الذي حصل في 2011 هو يعني توحيد للروح الشعب الإيماني لم تحصل من كربوما في كل تاريخ اليمن ويعني فليكن التصنيفات ما كانت احتجاجات 2011 أو ثورة أو نسميها تسونامي أو زلزال إنما للشباب أحدثوا زلزالا ولا زالت ارتداداته مستمرة وتعقق أهدافها أثناء هذا السرعي نعم هذا الزلزال أو الثنامي أو الثورة التي وصفتها هل يمكن لها أن تسرق كما يتحدث البعض أو يصف البعض هل يمكن أن تسرق أو يمكن أن يتم إجهاضها ويتم تفريغها من محتوىها بأي حال الأحوال لا من الصعوبة مكان يعني الثورات لا تسرق ولا تجهض وليس هناك أيضا ما يمكن أن نسميه البعض يعني الثورات المضادة هناك ثورات فقط ثورات الشعوب مع ذلك هناك ارتدادات حركات ارتدادية ضدًا على الثورات وبالتالي فلا يمكن إجهاض أحلام وتطلعات شباب فبراير العظيم والثورة هي مسار وليس حدث يعني يحدث يحصل في فترة معينة وينتهي في نفس اللحظة هي مسار يعني تزلزل وتنتق آثارها وهي ماضية في تحقيق الأحلام والتطلعات التي كان الشعب المن يرنوا إليها من خلال شبابه العظيم في شباب فبراير 2011 نعم أستاذ هايل يعني إذا ما تحدثنا عن توقيت هذه الثورة هل تعتقد بأن الظروف التي جاءت فيها ثورة فبراير كانت مكتملة وناضقة هل كان المسار السياسي البلد يعني قد استنفذ كافة المراحل لإحداث تغيير إلى أن وصل إلى الخروج الجماهيري للشوارع طبي يعني كان فيه على كل امتداد الدول الربيع العربي كان هناك انسداد تاريخية وكان لابد من قيم هذه الثورات ثورات على مستوى الوطن العربي بالكامل وليس فقط في اليمن اليمن هي حلقة من حلقات الربيع العربي التاريخ كان بركة آسنة فقاءت أحداث 2011 لتحرك هذه البركة وترمي بمفاعلها لتحقق تطلعات وأحلام الشعب العربي في كل الدول العربية نعم أستاذ هايل سوف نذهب الآن لتقرير نستعرض فيه أبرز محطات ثورة فبراير ثم نعود بعده لاستئناف النقاش ومعرفة ما هي أبرز المحطات بالنسبة لك أنت أيضا سدها هايل في الخامس عشر من يناير 2011 انطلقت شرارة ثورة الشباب من أمام جامعة صنعة وفي الحادي عشر من فبراير خرج الثوار في تعز وصنعاء إلى الشوارع ووجهوا نداء لليمنيين للالتحاق بالثورة في السادس عشر من فبراير سقط في ساحة الحرية بعدا أول شهداء الثورة الشبابية الشهيد محمد شاعن وفي مارس توسعت رقعة الاحتجاجات وانتشرت ساحات التغيير في معظم المحافظة في الثامن عشر من مارس ارتكب نظام صالح مجزرة جمعة الكرامة وسقط أكثر من خمسين شهيدا من ثوار ساحة التغيير في إبريل أعلن شباب الثورة رفضهم للمبادرة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي وفي نوفمبر وقع المخلوع صالح المبادرة الخليجية في الرياض التي تضمن لحزبه الاحتفاظ بنصف حقائب الحكومة في يناير 2012 صوت مجلس النواب على الحصانة الممنوحة للمخلوع صالح ومعاوني في فبراير 2012 تسلم عبد رب منصور هادي السلطة عبر انتخابات توافقية في الثامن عشر من مارس 2013 تم افتتاح مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وفي الخامس والعشرين من يناير 2014 اختتم مؤتمر الحوار الوطني ووقعت القوى المشاركة على مخرجاته في يوليو 2014 اجتاحت ميليشيا الحوثي محافظة عمران وسيطرت على مؤسسات الدولة فيها وفي الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 اقتحمت ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء واعلنت انقلابها على الدولة بالتواطؤ مع قوات المخلوع صالح نعم كانت هذه ابرز المحاطات التي رصدناها نحن على الاقل من وجهة نظرنا لمسار التحولات منذ فبراير 2011 حتى الان استاذ هايل سلام بالنسبة لك ما هي ابرز المحاطات في فبراير اين تعثرت فبراير واين نقحت هو من طبيعي من ثورة حديث الزلزال كان فيه اتساع بالتعلق بالثورة اخذت ثورة حجمها اتساعا طول المعرضة على امتداد التراب الوطني وانتقت مفاعلها ولا زال تنتج مفاعلها واثارها مستمرة حتى اليوم وستستمر في المستقبل ولن يتوقف لان المسألة تعبير عن روحية الشعب اليمني ليست فقط المسألة تعلق بانقلاب على السلطة وانما لها اهداف ولها دوافع لها اثار لها امتدادات لها احلام وتطلعات لا يمكن ان يقافها في اليوم المياه نعم ايضا اذا تتذكر محطات معينة من داخل الساحات في مسار الثورة سواء في 2011 او ما تلاهت نتحدث عن تعثرات تحديات او يعني ما يمكن ان يعتبر ضربة قاسمة في فبراير اذا صح التعبير هو من الطبيعي انه تمر اي ثورة تمر بمنعرقات ومنعطفات حدى يعني تحدث احيانا او تعيق حركة الثورة وتدفق الثورة والفعل الثوري وهذا امر طبيعي ليس هناك ما يدعو للأسف فيها هذا لكن ابرز ما كان يعيق الثورة هو يعني ما فعله المشترك برأيه فيما يتعلق بمنح الحصانة للمخلوح لي عبدالله صالح هذه الحصانة كانت ضدا على كل احلام وطلعات الشعب اليمني وضدا على الاعدالة وضدا على القوانين وشريح الارض والسماء المكتبع الدولي كان يضغط المكتبع الاقليمي كان يضغط باتقاه منح الحصانة لي عبدالله صالح ونظامه والعاملين معه وتحت الطاولة طبعا في الغرف المغلقة لكن اعلاميا كانوا يصرحون بان هذا ضدا على قانون الدولي وان هذا يتعارض مع اخلاقيات وسلوكيات الامم المتحدة لكنهم كانوا يضغطوا باتقام منح هذه الحصانة الحصانة كانت مشكلة وستبقى ندبة في تاريخ الثورة اليمنية باعتبار أن الشعب لا يثور ضد طاغية ما لكي يمنحهم حصانة الحصانة مشكلتنا في الحصانة ليست مشكلة أشخاص إنما تتعلق بتحصين الفساد نفسه وثقافة الفساد والإفساد في الأرض نعم أستاذ هايل طالما قد تحدثت عن الحصانة هناك من يتذكر لك موقف أخلاقي ووطني كبير خاصة في الثامن عشر من مايو يوم استشهاد نقلك الشهيد نزار يومها أعلنت موقفا من ذلك الخروج مسيرة الوزراء وعدت لها الاعتبار من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا أعلنت تسامحا علنيا مع قتلة الشهيد نزار ومن كانوا معه وهم عدد غير قليل يعني من شهداء من سقطوا يومها يعني إذا ما تحدثنا عن هذه الحالة حالة التسامح مع القتلة دون شرط أو قيد يعني كيف يمكن أن تؤسس فعلا لسلام يعني أنت يومها يعني انطلق موقفك يومها من قاعدة أخلاقية ووطنية وتسامي على اعتبار أنه يمكن أن نعبر إلى الأمام الآن ما هو موقفك تحديدا من مسألة التسامح مع القتلة لازلت على موقفي يعني هو موقف أخلاقي فلسفي ديني إنشيتي وطني إنساني شهيد شهيد ذائي ثورة في الثورات وليس شهيد وليس قتيل بالمعنى إيش الفعل القنائي الشهيد يخرج من أجل غايات نبيلة وإذا اقتصصنا وسعينا للاقتصاد لهذا الشهيد فنقعله قتيلنا ولم عد شهيد لكننا نركز على الغايات النبيلة التي خرج من أجلها الشهيد نركز على الغايات النبيلة الكبرى على الغايات الإنسانية النبيلة التي تسعى الإنسانية كلها في كل المجتمعات من أجل تحقيقها المتمثلة بالعدالة بالمساواة بالتكافؤة الفرص بالكرامة الإنسانية هذا هو المهمة لكن حينما نسعى إلى الاقتصاص للشهيد نقعل من قتيلنا ونقتص له فإنتهي الفعل كان الغرض ليس فقط الغرض يعني ليس بالمعنى التسامح التسامح هذه مسألة شخصية يمكن أن نأخذ ونعطي فيها ولكن الهدف كان هو التركيز على الغايات النبيلة الكبرى التي خرج من أجلها شباب فبراير العظيم والغاية النبيلة الكبرى هذه أن تفضلي نعم آسف المقاطعة لكن يعني تعقيبا أيضا على كلامك يعني ربما أيضا من الغايات الكبيرة والمهمة التي قاء لأجلها الشباب العدالة قيمة العدالة وقيمة السلام وقيمة الاستقرار يعني هذه القيم جميعها هل يمكن أن ننالها دون المرور عبر العدالة الانتقالية وعبر المقاصصة وعبر يعني إنصاف الضحايا هو فيما يتعلق بالتاريخ الثورة التاريخ التحولات التي تمر بها المجتمعات بشكل عام سواء في اليمن أو في أي مجتمع يمر بتحولات سواء ثورة أو تحولات اجتماعية نحو الدمقراطية نحو المؤسسات الدائمة نحو كله لا بد من التركيز على أمرين لا بد من يعني تكريس قيم التسامح لا بد من أيضا من تكريس قيم العدالة فيما يتعلق بالتكريس قيم التسامح والعدالة نحن لا نستطيع الاقتصاص لكل من سقطوا سواء شهداء أو قرحة في أي ثورة أو في أي مرحلة من المراحلة تحولات في أي مجتمعات لكن هناك إمكانية فقط لمؤاخذة أو محاسبة الناس الآمرين الآمرين كانوا بالقتل والقرح ومن ثم إشاعة التسامح في معدى ذلك إذا فتحنا كل ملفات في أي مجتمع من مجتمعات واليمن ليس استثناء في هذا المقال إذا فتحنا كل الملفات وسعينا نحو الاقتصاص للشهداء والقرحة فلن ننتهي ولهذا أساساً جاءت ما يسمى بالعدالة الانتقالية التي تعني من جهة أولاً اتخاذ أو التركيز على التدابير الجنائي المتعلقة بمحاكمة القتلة والظلمة ومن ثم التدابير الجنائي أخرى تعلق بالتحويضات تعلق بالقبر الضرط تعلق بالاعتراف الصفح العفو ومن ثم العفو نعم وبالتالي فإن العذاب الانتقاليات يفترضها إضافة إلى التدابير الجنائية فيما تعلق بمحاكمة الأمير الرئيسيين المحرض الرئيسيين على أفعال القتل والقرح تتعلق أيضاً بما يمكن أن نسميه العفو والصفح بمعنى أنه لا بد من اعتراف من القتلة ولا بد من مصارحة ومكاشفة واعترام القتلة بالقرائم التي ارتكبوها ومن ثم صفحة المجتمع عنهم وإغلاق هذه الملفات بشكل هين حتى تستطيع المجتمع أن تتحول إلى مرحلة ديمقراطية بدون ذلك لا يمكن تتحول بشكل سليم المصارحة والمكاشفة بدون عدالة لحدها الأدنى وهو العدالة الانتقالية هي عبارة عن قارح يتم تخيطه بدون تعقيم طبي وما يلبث بعد حين أن يفرز صديق دان وقيحاً يتورم فهي يفرز صديق دان بعد حين وينفقر وينفقر الوضعه لا بد من تعقيم طبي لهذه لا بد لكي نحقق العدالة الاجتماعية وننتقل إلى مرحلة انتقالية أو مرحلة دستورية الدائمة لا بد من فتح الملفات لكي تغلق بشكل سليم لا نحن نهاية وهذا ما لم يحدث طبعاً بطبيعة الحال طبيعي نحن خذلنا متعلق في هذه المسألة تحديدة من نخبتنا التي كانت نخبة قائدة للثورة المشترك أساساً نعم إذن وقعت على لسانك ربما قبل أن أصل إلى هذا السؤال حديث عن الخذلان هناك من يتحدث عن خذلان ثورة فبراير هناك أيضاً من يعتبر بأنه انضمام الأحزاب السياسية إلى الثورة وهو من أساء للثورة وحرف مسارها يعني ابتداءاً وهناك من يرى بأنه لولا الأحزاب لكانت الثورة عبارة عن احتجاجات مطلبية دون حامل سياسي وطني جامع أنت إلى أي الطرحين تميل؟ وكيف تفسر لنا مسألة خذلان المشترك لثورة فبراير؟ وضعنا في اليمن وضع مميز باعتبار أنه لدينا نخبة سياسية منظمة المتمثلة بالمشترك المعارضة سياسية منظمة وهذه ميزتها أنها تضمن حيولة أو تحول دون وقوع المجتمع أو انزلق الأوضاع للفوضى والاضطراب والفساد والقراب الدائم لدينا نخبة سياسية منظمة هذا كان ميزة بالنسبة للثورة الليبنية وهذه ربما تفتقر لها المجتمعات العربية الأخرى في متعلق بالثورة اللي حصلت في الربيع العربي لدينا كان مخبة سياسية منظمة وهذه ميزتها هي تحول دون وقوع دون انزلاق الأوضاع أثناء الثورة وأثناء التعوى الذي تقوم به الثورة إلى الفساد والاضطراب والقراب الدائم لكن ما حصل بعد ذلك هو فقط يعني نقول تأثيرة تقليمية ربما تركيز الأحزاب ربما على الحصاص والمحاصصة والحصول على مكافأة آنية للثورة هذا هو فقط اللي حصل لكن ليس هناك ما يمكن أن نعيبه على الأحزاب الأحزاب بشرط رئيسي لوجود حركة سياسية منظمة ولبقاء الدولة ورمزية الدولة نعم أستاذ هايل هل يمكن أن يصل بناء الحديث عن خضلان هذه الأحزاب لثورة فبراير وخيبة الأمر التي كانوا سبباً فيها إلى أن نحملهم مسؤولية ما آل إليه المسار السياسي في البلد الآن طبيعي أمر طبيعي أنا أعتقد أنه لا يمكن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى قبل ما يتم محاكمات الفترة السابقة بكل إخطائها بكل إيجابيتها وسلبيتها لا بد من يعني حتى على مستوى الحزاب يعني القيادات الحزبية راحت لاتجاه منح صانا لمشاركة السلطة القائمة التي ثار عليها الناس حتى دون الرجوع إلى قياداتها الحزبية هذا ما أعتقدون نعم وبالتالي لا بد من محاسبة هؤلاء لا يمكن أن ننتقل إلى خطوة مستقبلية بدون محاكمة لهذه الفترة وقيادات التي تولت المسؤولية في هذه الفترة تحديداً عشان نعرف أين الأخطاء أين أخطائنا ما هي إخفاقتنا ما هي إيجاباتنا ما هي سلبيتنا إلى آخره كيف يمكن أن نحاكم يعني هذه الأحزاب أو المسؤولين عن فترة انتقالية ما هي الآلية يعني برأيك كيف تنظر أنت لهذه الخطوة التي تعتبرها أيضاً مهمة للانتقال إلى المستقبل المسألة تعلق بالوعي لدى الناس وفي الأحزاب خصوصاً لكن بالنسبة للأحزاب والدخول في حوار موفمبيك وما لاحقها أو ما ترتبها على موفمبيك مما يتعلق بالفدرالية وتقسيم البلد على أساس جاهوي كانت فيه الحقيقة أن الأحزاب تقطع الوصول الذي تقف عليه بمعنى أنها لم تسعى لتكريس الفدرالية على أساس إدارية إنما سعت إلى تكريس تقسيم على أساس سياسي جاهوي وفي هذه الحالة تنتهي الأحزاب يعني الآن لدينا تقسيم على الأساس جاهوي سواء في حظر موت للأقلم الشرقي في القنوب في مارب في أقلم سبب ما يسمى بالأقاليم إلى فرخ فكرات الحزاب لم تعد مقبولة في القنوب ولا في الشرق يعني مثلاً في حظر موت لم يعد الحديث مقبول عن حراكيين والسياسيين سواء كانوا يتمون للحزب الاشتراكي أو الإصلاح أو الناصري أو صارت طالب النوم في إقلم الشرقي صارت النخبة العظرمية قوات تحالف القبائل العظرمية إلى آخره هكذا أيضاً في إقلم سبب هكذا أيضاً في إقلم تعز صارت النزعات سواء مناطقية أو قهوية على هذا الأساس تقام الأحزاب للأسف الشديد يعني ارتكبت خطيئة كبرى وهي تعمل على فدرالة البلد على أساس سياسي جهوي وليس على أساس إداري نعم إذاً أنت لازلت تحتفظ بملاحظاتك حول مؤتمر الحوار الوطني طبعاً كما تعرف أن مخرجات الحوار الوطني التي كان لنا مأخذ كثير عليها أصبحت الآن واحدة من أهم المرقعية التي تمسك بها شباب فبراير أو الذين ينتمون الآن إلى شباب فبراير ومشروع الدولة إلى صحة التعبير أصبحت واحدة يعني من أهم المرقعية التي تمسكون بها ألا تعتقد بأن الحديث عن ملاحظاتنا أو ملاحظتك تحديداً أيضاً وغيرك من المهتمين حينها حول مخرجات الحوار الوطني تعد الآن ترفاً أمام ما آلت إليه الأمور طبيعي أن مخرجات الحوار الوطني صارت مرقعية له النقطة مرقعية والجميع المكونة السياسية التي حضرت موفم بيك ووقعت على مخرجاته وصادقت على ما ترتبع عليه هي مسؤولة عن تعهداتها ولا يمكن الرجوع عن هذه المسألة ومهما كانت تحفظاتنا على تقربة على بعض التفاصيل فيما يتعلق بفيدرالية وإلى آخره لكن لدينا الآن طريقتين للأقلمة هناك أقلمة على أساس شمال القنوب خمسين في المئة خمسين في المئة وفقاً لثقة بن عمر وهناك أقلمة وفقاً لرؤية عبد الربو مصرهادي وأعتقد أن رؤية عبد الربو مصرهادي بما يتعلق بالستلقالين هي رؤية حالمة ورومانسية والرجل أعتقد أنه صادق ولكنه غير قادر على تنفيذ خطته ما يقري على الأرض هو تكريس لوقائع تم الاتفاق عليه وفقاً لثقة بن عمر نعم وثقة بن عمر التي أدت إلى التقسيم البلل على أساس فدرالية شمال القنوب صحيح كان هناك تفويض كان فيه متعلق بتحديد القاليم كان هناك تفويض لعبد الربو والمكونات صادقت عليه حتى نعرف أننا حركة الحوثي من ضمن أهدافها في 21 سبتمبر تقول أهدافها الأول إسقاط القرعة إسقاط حكومة الوفاق تنفيذ مخرجات الحوار وهم سعوا لتنفيذ مخرجات الحوار يتعلق بالأقلمة على أساس تكريس تقسيم البلال على أساس شمال القنوب وما يدور الآن هو صراع بين صيقتين صيقة الأقلمة على أساس وثيقة بن عمر لشمال القنوب خاصة للولايات النفط والغاز وأيضاً صيغة عبد الربو الاختيار بين الصيغتين طبعاً نعم هذا السؤال من يصيغة برأيك؟ يؤدي الأفضلية لصيغة عبد الربو نعم أستاذ هاي إذا كنت تتحدث عن صيغتين للأقلمة والأقلم ربما تضح لنا بعد ذلك بأنها واحدة من أهم أسباب يعني تدهور الأوضاع وصولاً إلى الحرب إذن نحن نتحدث عن صيغة جمال بالعمر شمال القنوب وأيضاً صيغة الرئيس عبد الربو الذي ستة أقاليم والذي اعتبرته مشروعاً حالماً ما هي الصيغة برأيك المنطقية والواقعية التي تنزع إليها؟ هناك إشكالية فيما يتعلق بالفدرالية نحن مع الفدرالية نظام من أجمال الأنظمة لكن فيما يتعلق بالوضع اليمني أريد تمرير صياغ تخدم فقط شركات أقنبية شركات النفطية وشركات غاز والشركات العابر القنسية نحن مع الفدرالية كفدرالية كما نتخيلها وكما نحلم بها لكن أحياناً قد أقدم لك علاج دواء معين بمواصفات معينة لكن الدواء الكبشولات داخل ليست هي نفسها لا تحمل نفس المواصفات تم أريد تمرير صيغة لتقسيم البلد على أساس فصل الثروة الطبيعية عن الثروة الشكانية وتأمين القطاع النفطي كان يسمى الإقليم النفطي كان يسمى القطاع النفطي في أول معظرات في موفمبيك قيئة بقبرة أقنب وكانوا يحاضروا عن الفدرالية وتأمين القطاع النفطي أو الإقليم النفطي هناك الآن صيغتين للأمر استحدثوا مشتوى ثالث الفدرالية الذي كان موجود في كل فدرالية العالم وهو مشتوى الولاية وعطوها صلاحية إدارة النفط الغاز نعم نعم يعني صرنا الإقليم نفسه شتاء قليم أوك ما عندنا مشكلة لكن أعطووا الولايات النفط الغاز صلاحية إدارة النفط الغاز واستعدثوا بهذا مستوى ثالثة في مسودة الدستور نقل الناس حرفياً من مسودة بن عمر من موثقة جمال بن عمر والاتصاقها طبعاً خبراء المرافق الأول وهم خبراء ارتباطاتهم بدول ومصالح وإلى آخره نقل هذا الناس إلى مسودة الدستور ويقول حرفياً الشعب في اليمن حر في تقرير مكانته السياسية والاقتصادية والاجتماعية نقل على كل مستوى من مستويات العكم وفقاً للعهد والمواثقة الدولية التي صادقت عليها الإمام طبعاً يقصدونه كما هو وارد في وثقة بن عمر وهو العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية السياسية أول مادة في هذا النص في هذا العهد هي حق تقرير مصير نحن مدستر أو صار عندنا محاولة لدسترات حق تقرير مصير أنا لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن للدستور أن يقرد دسترة حق تقرير مصير الدستور هو نفسه هو تقرير مصير بمعنى أن الشعب النفسه حينما اشتفت على دستور معين هو يشتفت على هذا الدستور أنا مع حقوق أنا مع حق الناس أن يستقلوا بإدارة شؤونين في كل سوق في كل مديرية في كل ناحية من أنحاء البلد هذا ليس في خلال ضد الظلم ضد الطغيان ضد فرض الأمور بالقوة ضد فلسفة الأمر واقع ضد الطغيان ضد الظلم وهو مع الناس في كل ما يقررونه بشؤونهم سواء في الشمال في القنوب في حضر الموت في أي مكان لكن إذا اتفقنا على الدستور فليكون اتفاقاً على الوحدة وليس اتفاقاً على الانفصار أو على حق تقرير مصير هذا أمر لا فما وهناك نصوص ملغمة في المسودة أنا طبعاً الآن قد أنا بين صيغتين صيغة الأقلمة قد فرضت كواكع الآن فرض الإنقلاب والحرب فرضت كواكع الأقلمة لكن هناك أسأل الآن كل ما يدور المحرك السياسي للحرب والسياسة في اليمن الآن يدور حول صيغتين التكريس الأقلمة إما على صيغتين في قلل صيغتين في قلل صيغتين في قلل صيغتين لولاية النفط الغاز أو مع صيغة عبد الربو التي لا تعني ليس هناك شمال القنوب الشرق وغربة اليمن موحداً في استقالي فليكن أنا مع صيغة عبد الربو باعتباري أفضل للصيغة لكن ليس بديهم تعفوذات يعني هناك ممكن ما يجب مراجعته في الصيغة فقط نعم إذن أغرقنا في هذه النقطة ولو إنها يعني مهمة جداً وربما هي كانت سبباً رئيسياً إلى وصول الأمور إلى الحرب والانقلاب يعني بدايةً ومن ثم الحرب برأيك يعني سؤال مباشر من هو المسؤول الأول عن الحرب في اليمن دعنا نقول الحرب وكل التداعية الإنسانية التي ترتبت عليه يعني المسؤولية يمكن توزيعها بنسبة مختفى وتعالى كده على عدة أطراف لكن فيما يتعلق بالإنقلاب على الروح التوافق وروحية التوافق على أسس التعايش على يعني أسس التعاقد الإجتماعي يعني العقد الإجتماعي الذي كان قائماً أو الذي كنا بصدد الوصول إلي يعني التحمل مسؤولته لجماعة الحوثي وعلي صالح هذا أمر واضح يعني فرض الأمور بالقوة أمر مرفوغ بالمطلق بالمطلق لا يمكن قبوله لا يمكن قبوله وفي القرن الواحد العشرين أن تقبل أن تفرض صيغة ما على الناس لا يمكن ولا أن تنقع ولا أن تستمر ولا أن تستطيع يعني أنا بالتعكيد سؤالي لا يتضمن أي من هذه المفاهيم إنما تحدث عن عدالة يمكن أن نمر عبرها لنمضي للمستقبل يعني كيف يمكن نتحدث بعد كل هذا عن الشراكة؟ أي أن كان أي أن كان الأمر المجتمع تمر بحروب بعض هؤلاء هم مواطنون ويمنيون نحن هم على قدم المساواة صحيح التحاول والتغلب بالقوة حاولوا أدخلوا البلد يعني في مشكلة كبرى في أزمات في مآسي وكيف لكم ولكنهم بالأخير مواطنون إيمنيين وأنا ضد التعليمها لأن هناك فقط فئات أو مجموعات تحاول الاستئثار والسيطرة والتسلط لكن بالأخير نحن مواطنين إيمنيين من صعدة حتى المهرة نعم إذن لا مجال طبعا ولا مناصة من العدالة الانتقالية في هذه الحالة كيف يمكن أن تصف لنا يعني كيف يمكن أن تكون صيغة العدالة الانتقالية للخروب بالبلاد من هذا المأزق يعني التاريخي والوطني الكبير الذي مزق تقريباً النسيق الاجتماعي بالكامل وأدخل وأدخلنا في وضع ربما إلى ما قبل 2011 وأسوأ من ذلك بكثير العدالة الانتقالية في أي مجتمع مجتمع أنا تقريباً كما قلت عني تكرس مبدأ سيادة القانون من خلال محاكمة الآمرين أو المحررين الرئيسيين في القراءة والحروب وإلى آخره والفساد وإلى آخره وهناك أيضا إشعة مبدأ التسامح بين الناس لا يمكن تعمين بحيث نحن نتوسع فيما يتعلق بالمحاكمة والملاحقات وكذلك لتشمل كل الناس هذا أمر يبدو ترافي بالنسبة لنا في الجمال لأنه حلم حلم لا يمكن تحقيقه إلا بصعوبة شديدة ومشروعات القوانين التي أعدت أيام حكومة الفق الوطني كانت عبارة عن دفع تعويضات فقط يعني أنه هناك شهيد نسبة حالة أنه موجود شهيد أو قريح ندفع بتعويض لكن بدون تكرس مبدأ سيدة القانون نعم والعدالة لا يمكن أن تكرس ولا يمكن أن تقيم إلا وضع دستوري دائم ديمقراطية قائمة على أساس مؤسساته ومواطنه وقيم المساوى والعدالة وإلى آخره بدون تكرس مبدأ سيدة القانون حتى في حد الأدنى نعم إذا ما تحدثنا أستاذ هايل عن فعل المقاومة الآن وهو مشهد وطني ممتد من أقصى اليمن إلى أقصى كيف يمكن أن نتحدث عن إطار القانوني لهذا الفعل الوطني يعني الفعل ضمن إطار الدولة يعني في مواقهة الطرف الآخر وماذا عن من يساوي بين المقاومة باعتبارهم جماعة تسلحة مع الجماعة الأخرى الخارجة عن القانون الخارجة عن سياق الدولة وعن سياق التوافق الوطني والإقليمي والدولي والله في هذه الأمر أنا لي موقف خاص فيما يتعلق بالعنف ورد الفعل الأنيف وإلى آخره أنا مع السلم ومع الثورة السلمية وتعبير أنا من تعبير أتى 11 فبراير السلمية لكن حصل أنه يعني هناك من حوال التسلط على الناس والطغيان عليهم وبالتالي لا يستطيع الإنسان كإنسان إلا أن يقاف مع حق الناس في الدفاع عن نفسهم وعن كراماتهم الدفاع عن النفس مبدأ مقدس نعم ومن هذه الزاوية ومن هذه الزاوية يفترض أن تكون المقاومة فقط يعني من هدف بناء دولة مواطنة ليس بهدف تحت عناوين معينة سواء نقول فورس أو كما يقوله شيعة أو زيود أو إلى آخر هذه الصنافات نعم من أجل دولة مواطنة لكل الناس نعم أستاذ هيلت دعنا ننتقل قليلا لنشرك بعض التعليقات التي جاءتنا على الصفحة وهي أسئلة موجهة لك من بعض المشاركين عبد الدائم محمد أمير يسأل منهم أعداء ثورة فبراير الحقيقيون وكيف الحوثي الذي تحالف معه من قامت عليه ثورة 11 في فبراير أن يحتفل بذكرى فبراير ليس هناك أعداء الثورات أنا أعتقد أن الثورة تقوم أساساً ليس ضد شخص ولا ضد أسرة ولا جماعة ولا عائلة ولا فئة ولا جماعة أو حزب أو حركة إلى آخر الثورة هي من أجل الغاية النبي الكبرى كما قلنا وبالتالي نفرق بين ثورة ضد أو ثورة من أجل نحن ثورة من أجل من أجل العدالة من أجل المساواة من أجل القيام من أجل وطن وهو من يقف بعدين في طريقة الثورة فهو اختار موقفه نعم أيضا سؤال آخر من الصديق محسن العيسى يتساءل حول هالساحة اليمنية مهيئة الآن لتشكل تيار مدني غير محزب نحن الآن نحن نحاول أو نتمنى أن نستعيد دور اللحظة فقط وضحت هنا في إيجابة على سؤال سابق أن الحياة الحزبية نفسها مهددة جديا هناك الآن هويات على أساس جهوية يعني إحياني هويات مدول وطنية نعم طيب أستاذ هايل نعود للسؤال المحوري لهذه الحلقة وهي ربما طبعا تكون الإجابات عليه قد جاءت بشكل أو بآخر في سياق هذا النقاش لكن إذا ما حاولنا الإجابة عليه بشكل مباشر إلى أين وصلت ثورة فبراير ونحن نحتفل اليوم في ذكرها السادسة؟ برأيك إلى أين تنظي الآن فبراير وتحديدا أين تعثرت أين نجحت؟ هي من الطبيعي أن تتعثر الثورات يعني الثورة فبراير هي عبارة سنانية زلزال حضرت في 2011 وارتدادات ولا زالت مستمرة حتى اليوم بكل ما يترتب عليها وكل ما يرافقها من نعاسي ومشكلات وأزمات لكن الثورة فعل يعني مستمر واعتبارها مساعر وليس حدثا كما قلت يعني يحصل وينقضي بعد حيب الثورة الفرنسية أخذت 140 سنة من ملكية إلى دستورية إلى إمبراطورية إلى ملكية إلى جمهورية أخرى إلى آخر ونعتقد ونتمنى بأن الثورة على مستوى الإتصالات والمعلومات وشبكات الإعلام الآن الحصول حاليا في الفترة الحالية تقلل هذه المدة لتقعل منها أقل يعني مما اتخذته المسارة الطويل للثورة الفرنسية لتأخذ يعني عقود على الأقل يعني ليس بإمكان قيل أو قيلين إنقاح أو إنقاذ أهداف الثورة كما تقلت كتطلعات في 2011 قد نحتاج إلى قيل أو قيلين لكن فعل الثورة مجتمرة اعتبارها ثورة ليست كانت لم تكون ثورة فئة ليست ثورة نخبة ليست نخبوية هي ثورة شعب والروح التي تقلت روح الشعب اليمني التي تقلت في 2011 لا يمكن أن يعاقتها بأي طريقة من كانت نعم يعني دائماً الثورات كل كل الثورات تنتج قواها برأيك هل أنتقت ثورة فبراير قواها أو نخبها وأين هي نخب فبراير الآن بعد ستة أعوام من منذ انطلاقها بالله شخصياً أنا لا أراهني إلا على شباب فبراير على الشباب أنا ليس لي رهان إلا على الشباب بالذات شباب الأحزاب وأيضاً شباب المستقبلين لهم كل احترام التقدير لكن يعني الظروف التي تسارت عليها الأمور من الثورة إلى التسوية إلى الحرب يعني أدت إلى أن بعض الأمور تأخذ كومون مرحلة كومون تدخل في مرحلة كومون انتظاراً لما سيقول ولما سيكون لكن بالأخير أعتقد أن الروح الشعب الليمني موجودة حية فاعلة تسري في أوساط الشباب وسنستعيد إن شاء الله يعني لحظة اللحظة المفترضة من أجل يعني الحفاظ على الهوية الليمنيمة التشضي والتقسيم وتشارضه إن شاء الله كيف برأيك هل كيف يمكن أن نستعيدها؟ ما هي الأدوات التي لا زالت متاحة الآن أمام شباب فبراير وهم الذين قلت بأنك تراهن عليهم وليس سواهم لتقاوز هذه المرحلة؟ شباب فبراير موجودين في الشمال أو في القنوبة لا ننسى بأنه التقرير قال تقريركم الآن قبل شوية في كان أول شهيد من الشهداء في فبراير هو من عدنان ويعني الشعب الليمني كما نقول أو كما قد نقول شعب ملاطفة زي طفل نتقل براءته وعفويته يعني في حين أن هناك مشاعر خاصة تسعى باتقاهات مختلفة هناك ما يوحد الشعب الليمني كوحدة على مستوى الهوية وليس على مستوى الإدارة سلطة قد تشفى السلطة أو تنهار ليست هذه المشكلة لكن الروح الهوية تبقى جامعة سفعاً في الشمال أو في القنوب يعني أنا كنت في ندواء قبل أيام وأستغرب أنه علامي العام الحزب الإشتراكي الأمني علامي العام المساعد يقول أنه صيغة 6 الأقاليم التي يقرها أو يقرها أو يحاول فرضها عبد الربو لا تمثل مخرجة الحوار فطلع له واحد من حضره موت الدكتور سعيد سكوتي قال له كيف مخرجة الحوار أنتم بقعتم على هذه الصيغة وفوضتهم الرئيس على أساسها تحديد الأقاليم شوفوا لاحظ إلينا يعني لازالت حتى المكونات المنحازة الآن لمشروع الدولة ومشروع الشرعية لازالت أيضا لديها خلافاتها الداخلية وربما هذا ما أخر إنجاز المشروع الوطني وإنها الإنقلاب برأيك أنت طبيعي لكي تنقح الشرعية الشرعية فيك إنجاز بالأخير لا بد أن تنقذ مشروع الخاص وتعققه على الأرض وتقدم نموذك آخر مختلف للناس علي صالح تقدمه وباقي حتى الآن باقي لأن الآخرين يحاربوا بأساليب نفسها مع أن القيام هي نقطة الضعفون الكبرى والذين يحاربونه بأساليبه هم يبدونه كتلاميذ شيء تحصيل أمامه ولذلك يتفوق عليهم باستمرار يعني أنت تعتقد تفوق هذا الطرف يعني انتصار أم أنه ليس تفوق نعم استثمار للأدوات التي متلكها واستحوذ عليها خلال الفترة الماضية والتي جاءت الثورة الشبابية لاستعادتها لاستعادتها وتوزيعها بشكل متكافئ وعادل بين أبناء الشعب صحيح كان يجب أن فرض أسلوب مختلف لإدارة السلطة بعد ثورة 2011 لابد كان من تقديم نموذك مختلفة الآن مع الحرب والمقاومات والآخر لابد أيضا من تقديم نموذك مختلفة في المناطق التي يسموها محررة مع أنه موضعة وصفة تحرير أو كذا نحن لسنا أمام احتلال الأقنبي نحن في صراح ضد السلطة هناك قوة تعاولة تسلط والاستيثار على الشعب الإيماني حفاظا على امتيازات التاريخية وعلى آخر لكن يجب أن تقديم نموذك مختلف ما أبرز عنوين هذا النموذك برأيك؟ هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم سريعة للشرعية لتقديم هذا النموذك؟ هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم فيما يسمى بالشرعية يقدمون أنفسهم منشقون عن صالح لكن في الحقيقة في كثير من سلوكيتهم هم عبارة عن مشتقات لعلي عبدالله صالح مشتقات؟ مشتقات لعلي عبدالله صالح تقديم النموذك مختلف قدريان على أساس قيام أخلاق تراع الناس ومصالح الناس أنا الآن في القاهرة وأولاك من الحكومة من يأتي هنا للتزويق ابن أبنائه في فنادق ومحفلات بربون مئة الآلاف من الدولارات وهذا محسب على الشرعية في وضع فيه البلد ينهار والناس يسكتون هذه أبرز نقاط الشرعية صحيح أيضا وهذا ربما سؤال أخير سوف نأخذه من أحد المشاركين يضاف إلى كما أشرت إلى تعثر أو سوء إدارة البلد بالنسبة للشرعية أيضا هناك التحالف العربي والأخطاء الكبيرة التي ارتكبها بحق المدنيين تساءل أحد الأصدقاء وهو عبد الرحمن الزياد حول السياق القضائي والقانوني لهذه القرائم قرائم التحالف ضد المدنيين والعدالة الانتقالية إذا ما تمت كيف يمكن معالجة هذه الجزئية وربما هذا يقودنا لسؤال وهو السؤال الأخير حول قانونية التدخل العربي بشكل عام لدعم شرعية وكيف يمكن معالجة الأخطاء في سياق هذا العنوان الوطني والإقليمي والقومي الكبير هناك أيضا أخطاء وقرائم إنسانية كيف يمكن المقاربة بين هذين في وثيقة بن عمر للوثيقة الخاصة بحال قضية الجنوبية هي مخرجات الحوار الوطني في موفمبيك وقعت كل المكونات بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام وبما في ذلك الحوثي أو حركة الحوثي وقعوا جميعا على أنهم جميعا يطلبون من مجلس تعاون الخليقي ومن مجلس الأمن انتخذوا قرارات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق اتفاقهم عبدالربو حينما طلب تدخل الدول السعودية أو التحالف أو الأخرى كان يفترض به أن يقول استنادا الاتفاق للقوة السياسية والمكونات حوار موفمبيك لكنه اخطأ أو أنه لم يركز لكن بالأخير هذه الوثيقة اخذت وتوجعت في مجلس الأمن ودعها بن عمر المجلس الأمن على أساسه وضع اليمن في تحت البندل فصل السابع ويعني يعتبر تنفيذ بعدين أو التدخل من أجل حماية الشرعية هو أساسا ربو ما العنوان الكبير هو التدخل من أجل الشرعية لكن التدخل يتم لأهداف أخرى ليس الشرعية من بينها ربو ما التدخل تم لتنفيذ صغير من عمر على أساس تقسيم البلد على أساس فدرالية شمالية وفدرالية قنوبيا شمال وقنوب الانفصال من الآن في الشمال لا يعون ولا يدركون بأن ماري والقوف راحت عليهم الانفصاليين في القنوب لا يدركون بأن شبوة وحضر موت راحت عليهم وأن الأمور تسير باتقاه تكريس فدرالية قنوبية بين القنوب ومحافظاتهم مع حضر موت شبوة وفدرالية شمالية بين الشمال مع ماري والقوف حكومة بن حبتور هذا قصة حكومة وقيدات من أجل تقسيم البلد معروف بالقانون الدولي بالقانون الدولي المقويمات الاعتراف بالدول هي ثلاثة وجود إقليم شعب وحكومة مركزية أنت الآن تفرض أو تعلن حكومة على أي مستوى على أي إقليم على أي شعب وعلى أي أساس تسعى لنيل الاعتراف طبعا هذه السلوكات خارج سياق في معظمها خارج سياق المنطق والعقل والقانون المحلي والدولي كلمة أخيرة أستاذ نعم كلمة أخيرة فقط توجهها لشباب أنا مع رؤية مع رؤية مع توقوهات أي رؤية تحفظ الكائن الوطني وسلامة الكائن الوطني أنا معها نعم كلمة أخيرة توجهها لشباب فبراير في عيدهم السادس في أقل من دقيقة ثقوا بأنكم على الطريق الصحيح وسط السلوم نعم أشكرك جزيل الشكر المحامي والسياسي القياد في الثورة الشبابية الشعبية السلمية 11 من فبراير الأستاذ هايل سلام كما أشكركم مشاهدنا الكرام على طيب المتابعة وكل فبراير وأنتم وقمع الأحرار في اليمن بألف خير في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر معدل برنامج أسامة القطيب وكافة الفريق الفني لبرنامج ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة